بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بشرح المحاضرة مع البراثتك لها الامبروشن فور كومبليت انشاء طبعا هي اكو محاضرات قبلها فاتون من دزيتهاي فرح نبدأ بها احنا بس اكو اشياء قبل هكو نوضحها قبل ما نبدأ بها المحاضرة شدي يحكي هو الاسبيشال تري او يسموها الكوستوم تري فهسا خلينا اعرف اوشي شن يالاسبيشال تري وشنو فايداتها يعني حتى نبدأ نفتهم الخطوات اللي راح يجي وراء والحشر راح يدكب بالمحاضرة فالمراجعة بسيطة يعني شون صارت الاسبيشال تري اكو هي تريات موجودات يبيعوهم بالشار يعني باي محل شارع شنو يعني اي مكتب مستلزمات اسناني يسموها كومبليت دنشر تري ما الكمبليت دنشر هاي تري شي يسموها ستوك تري تيجي سايزات ميدي سمول و ميديم و لاج بس هاي شنو يعني يعني سايز واحد يعني هيتش اقصي يعني مثلا بس ميديم بلارج هاي مو خاصة لهذا البايشنت هتشو تنباع وانا ما يسموها ستوك تري اكو بلاستك طبعا انواع يعني اشكال فموجودات تجوى على شكل تريات احنا ناخذهن نحط بيها في المادة امبرشن كامباوند المهم وناخذ امبرشن بيها هاي شي سموها الامبرشن سموها براي ماري امبرشن هاي بناسبة ذن الاتريات ينباع عن ونعرف الاستبات شلون وشاول رح نصل لديش هاي ناخدها يحط بيها في المادة امبرشن كامباوند وناخذ امبرشن هاي الامبرشن اللي اخذناها يسموها براي ماري امبرشن ماشي نصبها طلعتنا امبرشن نصبها حيطلع عندنا كاست شي نسمي سموها براي ماري كاست سلحد دقان واضح زين على هذا الكاست رح نحط فدمواد كولد كيور اكريدك لايت كيور اكريدك يعني انواع ماشي نكباوندها ما يستعمل المهم بس اكثر شي كولد كيور اكريدك و لايت كيور اكريدك الكولد كيور اكريدك ونفس اللي سويتو بيقيتو التري سبيشال تريدك تمسوين اكيد هذا يعني وصلتوا لهذه المرحلة لنكن يعني بعدها يعني بالبداية هاي فتسوون هاي سبيشال تريدك تحطون كولد كيور تخبطوه وهي المعني يعني بونيمور و بوليمور وتسوون فتسوون وصلتنا على كل الريج وتصرعتكم سبيشال تريدك أو لايت كيور لايت كيور شنو هاي هاي نفس الكولد كيور بس تيجى على شكل شرائح سمكن اكو صورة هاي تيجيه شي气 على شكل شرائح هاي شنو تحطوها على الكاست نفسه البرايمري كاست كل هده نحجة البرايمري كاست اللي طالع عنا من اللي طالع عنا من البرايمري امبرشن المهم فتحطون هاي الكولد كيور اللايت كيور أكريلك أدابة تكملتوا كلها زيان تحطون عليها ضوء أبيض هو أكو جهاز خاص بس تقدون تستعملون أي قلوب قبل السيد يعني ما يحتاج ليش أكوة كيتوا لازم نستعجل لمدروا شنو اللي هي الكولد كيور يعني في الشي حلو هذا المهم فها شنو الكولد سوناها وين على هذا كاست اللي هو هذا البرائمري كاست أخذنا بإمبرشين برايمري إمبرشين صبوناها طلع عنا برايمري كاست ماشي على برايمري كاست نسوي الاسميشال تري أو اللي اسموها ال custom tray تحطوها هنا وتسوي adapt سوان الاسميشال تري سعرفنا شن جدت الاسميشال تري الاسميشال تري جدت من البرائمري كاست زيان هس هالاسميشال تري ايش تتخيلون نقدر ناخذ بي هاي بيشنت جان لو فقط لهذا البيشنت أكيد فقط لهذا البيشنت ليش مال هذا البيشنت يعني شكل الراتح وشكل المالت مالت مال هذا البيشنت يعني الماكزيلا والماندبل خاصة بهذا البيشنت فاحنا سوناها ليش اسميناها ize special يعني خاصة لهاذا البيشنت حسنا حصننا ize special tray عرفنا شو حصننا هيا special tray هاي الpecial tray ناخذ بيها impression يعني حالة حال الإبرشن بالبداية ناخذ натصبها شو رح يطر عالنا رح يطر عالنا السكيندري كاست هذا أو يسهموا هذا اللي خاص بالباشينت والديتيل يعني ذاكا صحيح شان خاص للباشينت بس ما بيديتيل يعني ليش نفايدة نزيد خطوة يعني يش ناخد امرشن مرتين على مدى نطالع مور ديتيل حس عرفنا شان صارت الاسبيشال تري نرجع هاي الاسبيشال تري هو كاتو الكياها individual امرشن تري made on cast نسويها على cast recovered from primary primary impression يعني حصلنا من ال primary impression it use هاي الاسبيشال تري على موجهنا حصل it use in making a final impression او الشكنداري impression نفس الشي المهم استخد نكمل advantage of the special try يعني شنو فائدتها الاسبيشال تري بس نكثر وقت على البيشنت هاي لا طبعا لا كلش مهم ومفيدة هم يعني more accurate impression وكاتو الكت comfortable to the patient ديتيل كانت كلش كبيرة يعني سمريد نشتغل بعيد وبدل شنو راح تصبح حجمة شبيرة يعني راح تجي comfortable وشري ناسك economy يعني ما ادري بعضها economy بعضها لحسب المواد بس يعني واحدة من النقاط المتيرة راح نستخدمها على مودي نسوي قلنا cold cure وليتكيور وهذا سيلاك بيس بلايت ما ديشنو هذي شيري ما عارف شيري ما عارف هنفد ما ادكري وفي الانترنت تطلع لكم ابرجين كمان همين يستعملوا مرات مرات بس اكثر شي هو اكثر شي cold cure وليتكيور زين هسه هاي الspecial tray اكون وعين يعني حتى نقدر نسوي بيها سموها space space tray والclose fit شو اللي فرق ببيناتين space tray هذا هننرجع هذا هذا نحط علي شيت من الواكس نفس الواكس اللي راح تستعملو شيتات مع الواكس نحط علي شيت من الواكس ارق من هاي طبعا او حتى هاي هاي نفس شوي تنضغط المهم نغطي المنطقة اللي راح نحطها كلها بشيت واكس من اصل للبوردر يعني البوردر من غطي فقط الرج واذا بلت بلت وياها فنغطي الشي اسمه بالشيت مع الواكس خوش وعلى الشيت الواكس نسوي هاي الspecial tray هي من اسمها space tray يعني اكو جواها space فراغ بعدين انا مستقبل من راح نطلع الspecial tray هذا الواكس نشلعه نوخره ما يجوارات ويا الspecial tray مرة تضلع على الكاس المهم نشلعه نوخره اش صارت الspecial tray اذا نقدر ناخد فهذا مواد اخرى يعني نقدر تشغل حيز يعني تاخذ فهذا space مثلا الجينيت هذي بادي يعني هجه السوال فهذا يكفن هنا ناخذ الكلوز فت هاي من اسمها كلوز فت فت ضبط تجي عليه وكلوز كل شي يعني علي على الشي اسمه عدا الكاست هذا الكاست منحط واكس شنسوي نحط سبريتك ميديا طبعا سبريتك ميديا اي سبريتك ميديا حتى لو زاهي حطون زاهي هنا مثلا صار سبريتك ميديا وراها تسوون هاي لدس بي شال تري هذان ثنيا سويها علي يعني مباشرة نسموه منسبة 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 كلش قليل space عدنا على مودي نستعمل مواد يعني متاخذ حيز مثلا هاي هنا كاتب لك مثلا هي هي هاي لكلوز فت اكو طريقة اللي احنا سوناها قبل شوية يقلنا شوان نسوي تخبط cold cure او light cure وتخطها اكو فالطريقة ثانية علي مودي نسويها لكلوز فت يسموها sprinkle on technique هاي شنو فكرتها هو موعدنا باودر ولكويد هو نفس الطريقة مرتكم بس تخبطوه مثلا بقلاس وحا وبعدين تجون تحطوهن منيصر عبارة عن مثل الجيل او جيلاتيناية شوية تجون تسوي adapted على الكاست رب ما تكملوه هذا لا مو اكو باودر ولكويد خوش الباودر كأنما مملحة نرشه على الكاست اللي محطينا علي سابريتيق ميديا نرشه هيتش رش على كل المكان زين هسيش صار عندي صار عندي كاست علي سابريتيق ميديا علي باودر مرشوش رش نجي بعدين نقطر بالمونيمر يعني الباودر هو عبارة عن بوليمر نجيسة المونيمر نقطر بي اللي هو الليكويد رح نقطر على هاي الرذاذ اللي لموالت الباودر قطر هنا قطر هنا رح يسييت وحده مكانه ما يحتاج نخبطه بقلاس رح يسييت وحده ويصير يعني يفت فيعك يقولك ما رح نخسر مواده هواية يعني هناك مثلا من تسوي ما تعرف تسجل سوات كمية هواية وصاعدك ويستي برادك بينما هنا أنا لا يعني تعرف الموجود كل قدامك يعني راش انت على التري على هاي التكنيك اللي اتشعلي يعني شو رح نسوي لها الاسبيشال تري أصلا ما احنا قلنا شو في هادة الاسبيشال تري قلنا على مود اكيوريت وكاتوي لكن على مود اكيوريت اكثر وعلى مود كومفيرتبول يعني شنو اكيوريت يعني رح تطينا ديتيال أحسن مواصفات أحسن زين فشنو أشياء رح نسوي بيها حتى نقدر نحص تيش البردر مالة الاسبيشال تري هاي الاسبيشال تري البردر داير مداير يعني داير مداير حبل كل هن ذني هال البردر يسموها هاي ما الابور وهاي ما اللور دشوفوها مو كلش جاية فتوية الكاست يعني ما ناس للي الاسبيشال تري ننقصها توم الليم نشيل منها توم الليم داير من البوردر من البوردر نشيل توم الليم ليش نشيل توم الليم لأن راح نحط فد مادة و واسه راح نصل لها خلي المهم نشول توم الليم منها زين امتداد هون المفروض توصل لي لل بوستيرير اريا يعني بن لور مثلا تروح لل روترام الارباد وجو الورقز دي الابار توصل لل بوستير بليتل اريا مثلا هاي بوستير بليتل هاي هنانا اخر شي من البلعوم مفروض توصل لهاي المنطقة يعني زين قل لك لازم رجي دو سخينة يعني سخينة مو يعني مرنة وقوم تطمي نفسها يعني بحيث ما تقدر ما تقدر تاخذ بها امرش يعني تعوج هالسوال في هاي ما رح تطيني شون يفايد العاد وحنا نريد غير يعني بيها رجي شوية الثكنس وقدك مو الفلاج هالقيد مهم يعني حتي الهاندل ها الهاندل شو نحن ما رح نسوي بها هاندل هادي مثلا هاي الهاندل يقولك نسوي مثلا كلش طويل او نازلة اللي جو بحيث انترفير يعني ويا الليب مثلا ترفع لك الليب او ويا اللور ويعني تقوم تعارض تعارض شغلك خلال العملية بنتاخذ امرش او هو الماث تقوم تسوي مضايق يعني يعني بالهاندل مو شو ما كان نسويها ولازم smooth اكيد عادي ما تسوي لفد انجري للماث مع الباشن زين هسا حصلنا special tray ناخذ بها final impression نحط فد مادة وناخذ impression شنية المادة كاتبية كالماتير يوز زينك اوكسايد ايوجين مثلين impression blaster يعني مو بلاستر هذا العادي لا impression blaster هذا الاستومير اللي هو بولي سلفيت والبولي ايثر وسيليكون جماعة السيليكون يعني وكواكس فد نوع من الواكس ياخذون بها impression المهم اكثر يستخدمون zinc okside eurgynol وال silikon silikon impression هاي وانا نحطها بال special tray وناخذ impression ماشي زين شوية راح نلاحظ في الشغلة هنا نحط impression يعني final impression مو قبل نحط المادة وناخذ final impression هسرا ناخذ فالطريقة شون نسوي قبلها قبل هاي الخطوة بس خنين شعر تسلسل المحاضرة حتى ما ما يصير confusion عدكم شون ناخذ impression اكت ثلاث طرق اللي ناخذ بيهن impression طريقة يسموها ميوكوستاتيك impression technique نانبرجر technique من اسمها نانبرجر يعني من نحطها براحة الpatient relax وكل شعني على راحت نقول لكم كش لا نسوي لا نضغط منها منطقة لها يخلي الدنشر واحدة بجرد بس ناخذ بس ندفعها منصب من نسلط الضغط بال impression يعني من نضغطها بالpatient mouth ندفعها مثلا بالأبر أو باللور بس نحطها هاي راح تجيني كل شي يعني stable denture ثابت بس retentive ما بي retentive شنو يعني لطشة بالmouth ما كو توقع يعني retention قليل راح تلقاه زين هاي ثموها نانبرجر technique أو ميوكوستاتيك impression يعني مرات شو نجيب لكم بالأسئلة عرف ميوكوستاتيك ابرجر technique أو شون يقصد ميوكوستاتيك مرات لا يقول لك شون نقصد من نانبرجر technique يعني المصطلحات الاسم بين القوسيين مهم مرات يقول لك شنو اسم الثاني لميوكوستاتيك ابرجر technique طبعا هذا يعتمد على كل الأشياء يعني يعني هذا الاسم بين القوسيين مهم مهج يعني بمن حفظة لأنه حفظة لازم الثاني شنو يسمو ميوكو كامرس فاكشن ميوكو كامرس فاكشن ابرجر technique برجر technique ثلاثة اسماء نفس التكنيك كل هن نفس الشيء هذا شنو اكيد من هو من اسمه برجر technique فاكشن technique يعني شنو يعني من نحط نسلطه برجر نسوي ضغوط وهاي الضغوط يعني كاتبتك اكو two type open mouth و close mouth open mouth يعني انا ادفع الimpression بضغط انا ادفع الimpression بضغط اخذ الimpression للماؤ close mouth شنو هو مو نقول له اطبق رح يطبق هو يسلط الimpression يعني باللوار يدفع الابر يعني بالضغط ما لتما سدت الماؤ رح نحصل هاي الimpression سموها برجر technique سموه selective pressure impression technique selective يعني اختياري هذا شنو اكو مناطق بالماؤ يسموها stress bearing area ماشي فالstress bearing area اكو primary stress bearing area اكو secondary stress bearing area اكيد ما اخذي هذا وذا ما ما اخذي فهذا خليصي مثل الواجب او الفلشية بحيث تتراجعوا بس رح هنلمح بعض الشغلات بالماؤ البosterior رج مثلا والفلات area of the billet هيتعتبر stress bearing area primary stress bearing area الماندبي شنو ان primary stress bearing area buccal shelf area retro molar bud area طبعا هذا يسمى primary stress bearing area يعني شنو يعني الضغط بهاي المنطقة عادي يعني نقدر نضغط هاي المنطقة ها مناسبة صدق الماقزيل البosterior رج وال ثلاث area of the bilet اذن الثيانات نصل الضغط بهاي مناطق يعني سنريد ناخذ impression للأبر بطريقة selective برجار مور ناخذ impression لأبر وين نحط أصابيع ونضغط نضغط بال posterior ridge يعني من جهة posterior وال flat area of the bilet يعني على البلد نضغط يعني بالبلد وبالرج نضغط بس بهاي مناطق سموها selective brujer technique يعني بس بهاي مناطق اللي هي سموها primary stress bearing area يعني وين اكو primary stress bearing area نضغط بها اكو لا سكندري stress bearing شنو هاي هاي مناطق بيحتاج ضغوط يعني بهاي منطقة ما رح نضغط نضغط بس بديش رقين عليهم بالبداية شنو هنا مناطق اللي يعني secondary stress bearing area اللي هي anterior بالأبار anterior ridge يعني هاي الرجل هنا والروقي area منطقة الروقي area زين المانديبيلا شنو يعني جهة والسلوب يعني نازل من الرج اللي جو لل vestibule المهم المهم المارد لكم هذا تكتبو حتى من منصر كل شي تكاليين مثلا بس هذا كتبو يعني سو بعد بحث علي شوف شنو يطلع عنا شنو هاي نش stress bearing area ففكرتها هاي شنو مناطق نسوي بيها stress bearing يعني مناطق نسوي الضغط مناطق ما نسوي ضغط يعني الاولى ما اكو ضغط التكنيك الاولى التكنيك الثانية اكو ضغط التكنيك الثالثة اكو مناطق بيها ضغط مناطق بيها ضغط هاي كل بساطة زين تذكرون ما ناخذ يعني من سوينا final impression ما قصد من سوينا high special tray كملنا مو قبل ناخذ final impression اكو وناخذ لا قبل شوية قلنا نقص 2 mil من special tray هس رح نعرف شن فايدتها من نقص 2 mil اكو فدمادة يسموها tracing compound يعني عدة مواد واحدة من ادها يسموها tracing compound المهم رح نحط فدمادة هنانا بهاي يعني مو شلنا من الاكريلك 2 mil رح نعوض هاي 2 mil يعني نرجعها نحط همين 2 mil border molding شنو border molding اكو في الفيديو رح ادزلكم الرابط مالته شوفو border molding شنو هاي حركات نسوي لها patient مثلا نجر الاذع لللب للبوكال vestibule للورلب يعني اكو مناطق نحط نسوي لهم بيه حركات يعني البرلب مثلا نرفعها ونطلع هالي قدام وننزلها ونرجع هالي ور شوفوا الفيديو شوي وضح بعض الشغلات حتى داتوا تكتبوها بس كتبوا border molding قبل اطلع لكم فيديو حلو مرتب المهم فنحط هاي المادة زين اخو احنا شو هالدوخها نشيل ثوم الليم من الأكريليك وبعدين نحط مادة هميان ثوم الليم خو منشيل ليش ها الثوم الليم الليم الشلناها هو شنو شنو شلنا اكريليك رج رجد يعني ما نستفاد يعني قوي فحطينا مادة على موز شنو ترسم لي البوردر من اسمها border ترسم لي البوردر مالة الماث البوردر مالة الفستبيول وجماعتهم فرينا من الأشياء يعني دائما 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 رج مو اكو بوردر رح ترسمهم نرسمها وين بهاي التوم الليم المادة اللي حطيناها شنو المادة اللي نحطها كما كاتبي لك اكو اما tracing compound نستخدم هاي فد قصي صار خضرا هاي كتبوه ممتع نشوف شطاعكم هاي عصي خضرا صير او نستخدم بولي ايثر يعني فد مادة نحطها هنانا ونسوي هاي البوردر مالدن اللي قلنا عليها كتبو بوردر مالدن موفمت مثلا فالموفمت رح نسوي رح نرسم الليب والفرينا والفستبيول كلهم رح رح يرسمن وين على هاي المادة اللي حطناها التوم الليم هاي فكرتا رح يعني نحصل مور ديال يعني هاي شكل المصل بهاي المنطقة بالفستبيول يختلف عن شكل المصل منها مدري شون رح نحصل هنداني بهاي المادة اللي عمضناها التوم الليم اه النقر ما يخصد يخصد احنا مو قلنا اكون نوعين البولي اثر والترينسي كامباوند الترينسي كامباوند ذن يا أصلي خضرات السر أو ألوان حسب يعني هاي من اللي نحطها من نحطها كلها على داير مداير هاي شوف هاي مثلا توم الليم اقل من شوف شون طال اقل بتوم الليم فشون نعوض راح نعوض بتوم مادة هاي هاي الابر حطينا هاي المادة يسموها tracing compound وهاي باللور tracing compound داير مداير البوردر احنا مشلنا توم الليم عوضنا هاي توم الليم هاي المادة لترين كامباوند يخصد بها نحط بس من جهة الانتيريار بس من نحط و ندخل بالباشة mouth نرسم جهة الانتيريار ورا شنسوي ندخل بالبستيريار بس من نحط بس هنا وناخذ impression ونرسم جهة البستيريار ورا نيجي منا نرسم جهة الجهة left right منا يعني جزء جزء يسمو increment incremental incremental technique هاي نستخدمه بالتريسي compound او لأ قبل نحط قطعة واحدة مثلا قطعة واحدة نحط وطبع هذا ما ينزل بشي ما tracing المهم او أي مادة فبول اثر نحط قطعة واحدة وناخذ impression مو جزء جزء يعني لا كل قطعة واحدة هاي الفرق tracing compound اللي هي two step وال one step technique إذن قلت نشوفوه الحركات وشو نرسم هسا نيجي boxing impression من صب احنا صار عدنا impression اخذنا تكمل impression طبعا نحط نسوان هاي مناسبة من سوان هذا border molding سوان tracing compound and poly ether دائر ما دائر ما دائر يعني ونحط نحط ها على border هسا من كمل هاي الخطوة شو رح نحط هذن المواد اللي قلنا عليها ناخذ final impression هذن رح نصبها stone cast stone يعني طلع عنا الكاست شنو طلع عنا final cast او يسموه master cast هذن هذا الكاست مو قبل يعني هاي impression اللي طلعت لنا final impression يقولك مو قبل تحطها stone وتصبها هو تقدر ومو ما تقدر ما كفش ما تقدر تقدر بس عدو عدو يفيك شوية يقولك طريقها على مو د تصبها شنسوي ذن يسمو type of boxing boxing يعني عمود من نسوي فد box يعني فد شي مثل الصندوق يحضن اللي final impression على مو د من نصبها تطلع لكل detail شنو هن سموها bending wax هاي فد wax ستراب من ال wax نحط داير ما داير final impression وراها شنسوي نحط boxing wax شيت مع wax نحط بصف هذا الحبل اللي داير ما داير شيت من ال wax حط هنا ومن جو اللي هي base blade wax من جهة lingual side هم يعني نحط sheet wax فش صار 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 عندي صندوق محيط بال final impression فمن الصب راح ترسم لل border نحط نحط هذا هو الستراب الذي يسوه دائر مداير حبل دائر مداير الفينال امرشن الذي يسمى البندين قواكس هذا البندين قواكس وضع دائر مداير خوش هذا نرى دائر مداير بندين قواكس وليس كل شيء قريبا من الرجل بعيدا على قليل من نصبها تبين هذه الملامح معالم مالتها فسونا هذه دائر مداير وراء شنو نجي نسوي بوكس هذا البوكس اول شيء هذا طبعا نعم سوي متعل بس هو تقدر تستخدم الشيت نفس الشيت واكس هذا الاحمر الجوه هو هذا البندين قواكس اجينا حطانا دائر مداير هذا الشيت العادية اللي نستخدمها احنا سميها بوكسينق واكس وانا بوكس وهاي الجوه من جهة التانك هميانا واكس موجود نفس اللي استخدمناه هميانا الشيت واكس هموها بيسبل ايت واكس هم شيت من الواكس هسه مني جي نصبها راح تطلع لي كل الديتيال مال للامرشن يعني فهو في الشي حلو مو مو يعني مرتب وصدق في الشي مرتب كاتب لك الادفانتج يقروهن فاسد ايه تبرفاد من يقول لك شنو المشاكل اللي صير ما تجي ما تجي التراي عدل ما تقعد مضبوط ما تستخدم ماتيرير ما مستخدم ماتيرير هواية ما أخذت قبل شو مشكل صحيح ما صلت الضغط كافي ان ادوكويت بوردر مولدنج فما صار تساعدك مشكلة فما صار يعني هنانا اقول لك فولت يعني مشاكل الصير المهم يعني مايك مشاكل يعني اذا بدى الدوام ان شاء الله ما قادش وقت هو يبدي فكلش ضروري انه اذا صار اتكون فرصة او يعني اذا تعدكم انترست هيتشي يعني بروستك كلش يحتاج يشوفون شغل فروحوا للعيادات مرحلة خامسة يشتغلون هيتشي شغلات هما بعدهم يعني بعضهم بالبداية بعضهم بالها فشوفوا الامرة شنو شون ياخذوها وشنو مواد اللي يستخدموها على الاقل بس سألوهم شنو فالشي من يشوف يعني قولك عادة بأدو الصحفيين الصورة بألف كلمة فانت يعني يقولك مو كما تكتب لي جريدة يراويني صورة كافية هاي معبرة حتى قراية نهميةنا مني باوع الصورة تغنيني عن كما شغلات ليش لان قراءة الصورة يعني تسترجع يعني مني تتذكر في المعلومة اذا قاني حاطها وخازنها ببالي على شكل الصورة استرجاعها للمعلومة من اريدها اتذكرها بالامتحان بأي وقت تشان اسرع مما بس كتابة وجريدو ويجي حاتش كومة فايشي تقرؤ مثلا وخاصة لبروستك خيكون ولمبريو مثلا خيكون على صور يعني اي كما معرفت شنو اي صداقرة مثلا هاي هناني بوردر اكتبها بالانترنت اشوف شن الصور عليها الصورة كلش مهمة بالصناعة على موضوع تقرب لي الصورة واتخيل موضوع وين دا يصير احنا واتكم همين اقتوا واحدة من الميزات تقدرون تشوفون المرحلة الخامسة شون يشتغلون اكو فيديوات وصور كل شو هاي ففرصة همينها السياح ما اطول كلية يعني هي تعليم فواحد يروح يتعلم ويستفاد كلش حلو وخاصة هاي محاضرات تكون مع المرحلة الثانية تماما رح تطبقها بالمرحلة الخامسة رح تطبقها نظري واتطبقها على البيشينت فكلش مهم نفهمها يعني كلش كلش ضروري واسفين جدا ضيعنا من وقتكم هاي اخاف ان شاء الله استفاديتم المحاضرة اليوم التاريخ ساعة يوم 19 3 2020 التوفيق ان شاء الله بي مالا بي مالا